المسلحي داعش في عمق البادية السورية محاولات انعاش التنظيم بعد هزائم الحقها به الجيش السوري هو حلفاؤه تقوم بها القاعدة الامريكية في التنف يروي ثلاثة مسلحين ألقى الجيش السوري القبض عليهم بمساعدة الاهالي تفاصيل حماية قدمت لهم قاعدة التنف من عملية الجيش السوري مطلع عام 2019 ترسلنا بخيم لحالنا وكانوا يعاجون لنا أشخاص مصابين أخذوهم داخل القاعدة منهم أبو يومين الرقاوي رجلوا حطوا لي بها صفيحة جبروا له رجلوا حطوا لي بها صفيحة وجهزونا السيارات كانت عطلانة بعد ما استمر جلسنا بقاعدة مدة 19 يوم بعد 19 يوم رجعنا إلى نقاطنا بقاعدة البادية السورية تواصل منظم تولاه أمراء التنظيم مع قاعدة التنف وفصيل مغاويل الثورة تولى هؤلاء نقل الأموال والغذاء والسلاح وحتى خطط العمليات قاعدتنا في مظر أساسي لنا مظر أساسي لنا بالدعم يروحوا كل فترة شهر يجبوا منها ثلاث شهر سيارات محملة من طعام من زخيرة من أسلحة أغلبية الأسلحة تكون أمريكية من جيبها يعني شارك المسلحون في عمليات إعدام لعشرات المدنيين ومهاجمة تحركات الجيش السوري ضمن خلايا متنقلة بين جبل البشري ومحيط السخنة سونا حاجة طيار على زفة السخنة أخذنا أربع ساكر منطقة السخنة وأخذناهم بعدما أسرناهم قطعنا روش مني ورميناهم بوادي المسلحون الثلاثة رووا تفاصيل عن كيفية استقطابهم للتنظيم تحت وطأة الحاجة المادية وخضوعهم لدورات شرعية وعسكرية في بادية دير الزور تعزز رواية مسلحي التنظيم اتهامات سورية وروسية للأمريكيين بتقديم الحماية وتوفير التسليح المباشر لفلول داعش رواية بارغة الأهمية بمعلومات تفصيلية عن حجم التورط الأمريكي بإحياء التنظيم الإرهابي محمد الخضر دمشق الميادين